أسطول من المركبات العسكرية المستعدة للبدء بتنفيذ العملية إنه مشهد لا تتوقع رؤيته في حقول الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا فخارج كريست شيرتش تشكل ثماني دبابات وحاملات جند وسيارات جيب واحدة من أكثر النشاطات المليئة بالمغامرة إثارة قسم من الأسطول هو صناعة بريطانية مع محرك رولز رويس وقد تم بناؤه في الأربعينات وهو النموذج الذي شارك في معارك ضد القوات الأسترالية في فييتنام وهناك أيضا نظيره الروسي ولكن بوزن أقل بعشرة أطنان مع سرعة أكثر في أرض المعركة تصل إلى 55 كيلومترا في الساعة العراقيون امتلكوا منها والأفغان كذلك باع التجار منها أكثر من مئة مع جهوزية تامة للمعركة بكل الوظائف كان علينا أن ندفع لتعطيل بندقيتها للتمكن من أحضارها إلى نيوزيلندا واليوم مقابل بضع مئات الدولارات يمكن لأي شخص أن يعتلي الدبابة في جولة ممتعة إنها دبابة حربية جاهزة للإثارة والنشاطات الحركة وأن تصحق سيارة يعني أن تدفع 325 دولارا إضافيا ولكن يبدو أن التجربة تستحق أعطيها بعض القوة مزيدا من القوة قل من هو الزعيم في قيادتها قرر السائح الكندي مايكل نويل أن تكون إثارة الأدرينالين هذه أفضل تتويج لعطلته في نيوزيلندا وبعد جولة حول المسار دامت 15 دقيقة صار نويل مستعدا للتحدي الأخير في البداية عليك أن تعتاد على كيفية القيادة ولكن فيما بعد تصبح رحلة ممتعة التجربة مكلفة وصاحب المشروع يقول إن الكلفة تصل إلى ألف دولار لتشغيل المشروع ساعة واحدة بسبب صيانة الحقل وسعر الوقود وصيانة التجهيزات والمعدات ترجمة نانسي قنقر